هو اصلاً لو انا باخد أسترا زينكا وفيه مشكلة فانا سامع ان فيه جلطات المفروضة اعمل ايه طيب بص يا جماعة احنا مركزين زيادة في اللقاحات انتو لو العالم كله ركز كده في النشرة الداخلية بتاعت اي موضعات حيوية او دهوا سكر او ضخط حدش هستخدم ادوية احنا بابنبصش افتحوا النشارات الداخلية بتاعت الادوية هتلاقوا كمية بنسميها احتمالات الاثار جانبية نادرة يعني مثلا تلاقي ايه الاثار جانبية نادرة ان ممكن حد يجيله مرض معين بسبب هذا الدواء مثلا يخش المستشفى ويموت تب دي نسبتها مش عارف كم في المليون احنا بابنقراش النشارات الداخلية ففكرة ان هو بيجيب جلطات دي حاجة موجودة في ادوية كتير جدا نسبتها نادرة نسبتها دي نسبتها في جونسون جونسون ده مش موجود في مصر واحد لكل مليون نسبتها في استرازينكا اربعة من كل مليون يعني اربعة اشخاص من كل مليون احتمال احتمال مش لايزم يجيلهم جلطات طب هل في وقاية من الموضوع ده هي مش محتاجة يعني هي مش محتاجة وقاية يعني انا اخدت استرازينكا عن نفسي وما اخدتش معا اي وقاية ولا حاجة الاحتمال ده نادر جدا لكن بعض الناس الدكاترة بتاعتهم بيدلهم بعض الادوية المذيبة للجلطات بعد ما ياخد اللقاح مش اسبرين مش اسبرين تماما لازم الدكتور هو اللي يكتب الدواء ده لان في ناس يجب ان يحتاج مذيبات جلطات من انواع معينة ماينفعش تتقالى على الفيس بوك ما تسمعوش كلام اي حد على الفيس بوك يطلع بلا اخد واحد اي وقت ربعة كل حد محتاج حاجة كل حد بياخد ادوية معينة محتاج ان هو يراجع الدكتور يتأكد ان هو ينفع ياخد مذيبات جلطات مع الادوية دي اصلا الادوية ما يفعش كلات تاخد مع بعض فيها وقت انت بتقلل جرعات معينة عشان تعرف ان دواء يشتغل طيب حد كان بيسأل طب هو اللقاحات الموجودة في مصر حاليا ايه احنا عندنا استرازينيكا وعندنا سينوفور وعندنا من جمالية انستيوت سبوتنك عندنا ثلاثة دلوقتي المنافع عليها سبوتنك ما بيستخدمش يعني حاليا الموجود هو استرازينيكا او اكتر حاجة وبعد كده سينوفور طب انا لو جيت كلمت تاني على استرازينيكا عشان هو اللي موجود عندنا في مصر لو انا في ايدي اليمين في لقاح وفي ايدي الشمال في احتماليات اصابة بكرونا اخد ايدي اليمين ولا ايدي الشمال تمام تفتكروا ايه احتماليات ان مع اللقاح يحصل جلطات واحد او يعني داف جونسون شونسون وفي استرازينيكا اربعة لكل مليون احتمالات ان حد يجيله جلطات وهو عنده كوفيد ناينتين ديزيز يعني جاله المرض 16% من كل مئة شخص جالهم كورونا 16 رجلهم جلطات فاللي ياخد اللقاح ده استحالة يبقى خايف انت لو جالك كوفيد احتمال الجلطات 16% انت بتتكلم في 4 في المليون وممكن تتفاداه فبالتالي حتى لو انت لسه دلوقتي مش مقتنع باللقاح ما تنصحش جيرك انه ما ياخدوش لان للأسف احنا ولو فيات كتريت جيد ناينتين